أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقات برنامجنا بالعزم بنينا اليوم رح نتعرف على صرح آخر من الصروح في 25 من حزيران سنة 2006 افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم مستشفى الأمير حمزة في منطقة طارق شمال شرق العاصمة عمان في فترة قصيرة حقق المستشفى الرياضي والتميز في تقديم الخدمة الصحية وكان أول من أدخل لمستشفيات وزارة الصحة عمليات نوعية حصول المستشفى على الاستقلال المالي والإداري في تاريخ 29 آب 2008 كان هو بداية الانطلاق الفعلي للتطور في خدمات المستشفى ومنح إدارة المستشفى الحرية والاستقلالية في التطور الرؤية أن نكون الرياضيين في تقديم الخدمات الطبية المأمونة والمتميزة في المنطقة وبحمد الله تم تحقيق جزء كبير من هذه الرؤية وحتى تتحقق هذه الرؤية وينجح مستشفى الأمير حمزة في وضع بصمته كان لابد أن يقدم رعاية طبية متميزة تقديم خدمات فنية غير متوفرة في المستشفيات الأخرى نحن بالمناسبة مستشفى تحويلي يضم العديد من الاختصاصات الطبية الفرعية الدقيقة مستشفى الأمير حمزة حصل على الاعتماد في العديد من التخصصات المهمة اللي زادت عن عشر تخصصات منها الجراحية ومنها الأشعة التشخيصية والعمل جاري على الحصول على المزيد من الاعتمادات من عام 2011 تقدم المستشفى لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية بالحصول على الاعتمادية ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم حصلنا على الاعتمادية لخمس مرات متتالية وكذلك بالوقت القريب الذي مضى تم تقييم المستشفى لاعتماد وانشاء في قسم الباطنية لدينا جميع التخصصات الفرعية الدقيقة والنادرة وكذلك الأمر ينطبق على قسم الأطفال أيضا تم إجراء العديد من العمليات الجراحية النادرة وبمختلف الأقسام الطبية باختصار احنا منقدم جميع الخدمات الطبية للمرضى باستثناء الصحيح التوليد والخداج لعدم وجود قسم توليد وهذا بالمناسبة على مخططاتنا موجودة ان شاء الله بالمستقبل رح يتوفر المستشفى صر له الآن 18 سنة شغال خلال هاي الفترة حقق العديد من الانجازات والتطورات على جميع أصعدة تقديم خدمات الطبية للمرضى كثير منها العلاقة بالعمليات الجراحية النوعية منها على سبيل المثال عملية زراعة القوقعة اللي بتتم من خلال مبادرة سمع بلا حدود اللي أطلقها سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المستشفى أجرى أكثر من 600 عملية زراعة القوقعة الفئة المستهدفة من عمليات زراعة القوقعة هم الأطفال الذين يعانون من صم أو من ضعف سمع شديد لأنه كما معروف للجميع الصمم والضعف السمعي يؤثر على النطر بعد عمليات زراعة القوقعة يستعيد المريض النطر ويرجع وضعه طبيعي 100% بضم مستشفى الأمير حمزة قسم خاص بأمراض وجراحة القلب وعمليات القسطرة اللي تم ادخاله في المستشفى عام 2011 وكان وقتها أول مستشفى تابع لوزارة الصحة بقدم هاي الخدمة احنا من ضم مختبر للقسطرة فيه أربع غرف عمليات قسطرة يتم إجراء عمليات قسطرة للبالغين وللأطفال وأيضا الأطراف السفلية بمساعدة الأشعة التداخلية جدير بالذكر أنه المستشفى أيضا يقدم فيه خدمة كهربائيات القلب وهذه الخدمة يعني حصرية بمستشفيات وزارة الصحة تقدم بمستشفى الأمير حمزة أيضا احنا فخورين فيه عمليات القسطرة القلبية للأطفال بواسطة القسطرة القلبية للأطفال تم مؤخرا إجراء العديد من العمليات لإغلاق تشوهات قلبية بقلب الأطفال أغنتهم عن عمليات القلب المفتوح كذلك أيضا بالمستشفى هناك قسم لجراحة القلب للبالغين يتم بمعدل عملية واحدة يوميا كل يوم عملية قلب مفتوح بهذا القسم والقسطرة القلبية يتم فيها بمعدل من 35 إلى 40 حالة قسطرة يوميا مستشفى الأمير حمزة يجري العديد من العمليات الجراحية المتميزة وفي مختلف الأقسام الطبية ما يميزنا أيضا عمليات جراحة الأعصاب الآن عمليات الدسك أو اللي منسميها الانزلاقات الغضروفية يتم إجراءها في مستشفى الأمير حمزة كعمليات يومية تحت البنج الموضعي وبالمنظار يدخل مريض الدسك أو الانزلاق الغضروفي صباحا ويتم تخيجه من المستشفى بنفس اليوم مساء بصحة وبعافية وبتحسن من الأعراض المشكو منها أيضا مؤخرا بعمليات جراحة الأعصاب تم إجراء عملية إزالة ورم دماغي تحت البنج الموضعي المملكة فيها أكثر من خمس آلاف مريض بغسلوا كلا بسبب الفشل الكلوي هاي الخدمة بيقدمها مستشفى الأمير حمزة من عام 2006 قسم غسيل وزراعة الكلا فيه الآن 23 جهاز ثابت لغسيل كلا وجهازين متنقلين المستشفى بيشجع مرضى الفشل الكلوي أنهم يعملوا عملية زراعة الكلا كونها أحسن وأسلم إحنا الحمد لله بدأنا في هذا البرنامج من عام 2007 بدأنا في أول حالة زراعة كلا بعدين في 2009 استمر البرنامج بطريقة منتظمة وزراعنا للآن أكثر من 400 حالة زراعة والحمد لله رب العالمين نسب نجاح العمليات هي ضمن النسب العالمية الموجودة في كل العالم والإقبال الشديد وكثير من المرضى بيحاولوا أنه يكون التحويل عن طريق التأمين الصحي أو طريق وزارة الصحة أنه يكون العملية تجرى في مستشفى الأمير حمزة نقدر كمان نضيف أنه إحنا فيه عملنا عمليات تميزنا فيها في الأردن وفي الوطن العربي يعني نعمل عمليات خلال السنة الماضية اللي هي عمليات زراعة الكلة بدون تطابق زمرت الدم وهي كانت لأول مرة تجرى في المملكة الأردنية الهاشمية حتى أنه أحد المرضى من دولة عربية قرأ عن هذه العملية وعمل العملية عندنا وكان نهاي مقدمة لتشجيع برنامج السياحة العلاجية في المملكة من فترة قريبة تم استحداث أقسام جديدة للمستشفى هدفها زيادة الخدمات الطبية اللي بيقدمها مستشفى الأمير حمزة منها قسم العلاج الطبيعي والتأهيل سابقاً بالمستشفى هذا القسم أو هذه الخدمة كانت تقدم فقط للمرضى المنومين على شكل زيارات من فنيين الأشعة لهؤلاء المرضى الآن لدينا قسم مرت على العالم مع مرض الكورونا والأردن كان له نصيبه من هاي الأزمة مستشفى الأمير حمزة لعب دور كبير خلال أزمة الكورونا فكان أول مستشفى استقبل مرض الكورونا ومن أول الأشياء اللي عملها أنه أنشأوا وحدة عناية مركزة المعروفة بالأي سيو للي أصيبوا بالكورونا مستشفى الأمير حمزة هو أول مستشفى استقبل مرض الكورونا سواء كانوا بحاجة لعناية حفيفة أو بحاجة لعناية عادية بالأقسام العادية فالمستشفى استحدثت أول قسم عزل لمرض الكورونا اللي بحاجة قسم آي سيو في فترة الإغلاقات والحمد لله اتمكنت الدائرة الهندسية بمستشفى الأمير حمزة إنها تكون سند للأطبة والتمريض في التصدي لهذه الجائحة الجميع يعلم أن أول مريض كورونا بالأردن تم إدخاله إلى مستشفى الأمير حمزة مستشفى الأمير حمزة خلال جائحة كورونا تم إغلاقه وحصر الخدمات فيه لمرض الكورونا من عام إلى عام نص تقريبا جميع مرض العزل والحجر في بداية الجائحة تم توجيههم إلى مستشفى الأمير حمزة مستشفى الأمير حمزة تم كثير بالقضايا البيئية وكان من أول المستشفيات اللي تبنت رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بإيجاد بيئة آمنة خضراء داخل المستشفى وحرم المستشفى حولنا نظام الاحتراق من الديزل للغاز قللت الإنبعاثات الحرارية الإنبعاثات السامة للغازات السامة داخل محيط الهواء المنبعث داخل المستشفى مما يقلل الاحتباس الحراري بشكل عام في المنطقة المستشفى سخر الشمس لتوليد الكهرباء ليقلل من الحاجة لمولدات الطاقة الكهربائية واللي برضو ساهم في توفير أسباب الراحة للمرضى والزائرين اتخذنا هاي الطاقة اللي تولدت من الطاقة الشمسية باستحداث نظام تكييف مركزي لمبنى العيادات أدى إلى أن المراجعين الآن بيراجعوا براحة ورضا منهم حتى لو كانت فترة وجودهم طويلة بس المكان مكيف ومريح بالنسبة لهم وبرضو عالج المياه العادمة الناتجة من خدمة غسيل الكلة لإنتاج ماء نقي يتم استخدامه للغايات الزراعية إحنا استخدمنا المي الناتجي اللي أصلا كانت تروح على الصرف الصحي استخدمناها لشبكها على شبكة الري اللي بتروي المزروعات داخل المستشفى وهي مياهة آمنة قابلة إنها تروي المزروعات وتماشيا مع تطور التكنولوجي والتقدم الكبير في الخدمات التقنية قام المستشفى بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بحوسبة النظام الصحي مستشفى الأمير حمزك كان أول مستشفى حكومي يتم فيه العمل بنظام الحوسبة ألا وهو نظام حكيم المعمول به حاليا في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وأيضا القطاعات الأخرى من فترة بسيطة أنشأ مستشفى الأمير حمزة مركز التدريب والدراسات فيه غرف تدريب ومهارات ومحاضرات المركز باقي الدورات وورشات تدريبية وتعليمية متنوعة معتمدة من مختلف المجالس والنقابات الطبية نعمل على تطوير برامج تدريبية على أسس علمية دقيقة نظريا وعمليا في مختلف المجالات منها مثلا تخطيط أعصاب الدماغ غسيل الكلا المختبر وكذلك صد القلب والقصرة نستقبل المتدربين من كافة مستشفيات وزارة الصحة ممكن أيضا عن طريق المؤسسات الحكومية والخاصة وكذلك بشكل فردي تتيح الفرصة بهذه البرامج التدريبية للمتدربين حتى يتلقوا تدريب مبرمج منهجي على أسس علمية وبنتائج أفضل ونقوم كذلك بعقد دورات الإنعاش الرئوي أو دورات دعم الحياة المتقدمة والبسيطة لكافة الموظفين والمعنيين بهذه الدورات هناك دورات الأطفال إنعاش القلبي المتقدم للأطفال وكذلك نسعى لعقد دورات متخصصة لمرضى الإصابات ونسعى كذلك لتحصيل اعتمادات عالمية وأن نكون مركزاً معتمداً محلياً وأقليمياً لعاقد مثل هذه الدورات المستشفى وقع عدة اتفاقيات مع مختلف الجهات ليرفع من مستوى الخدمة ويطورها ويحسنها ومن أهم هذه الاتفاقيات هي اتفاقيته مع الجامعة الهاشمية أطباء عندنا بالمستشفى في منهم أطباء مكلفين من وزارة الصحة بالعمل في مستشفى الأمير حمزة وهم الأغلبية وكذلك أيضاً أطباء مكلفين من الجامعة الهاشمية بالعمل في مستشفى الأمير حمزة وذلك ضمن الاتفاقية المعمول بها بين المستشفى والجامعة الهاشمية من خلال اتفاقية الجامعة الهاشمية ومستشفى الأمير حمزة يتم تدريب الطلبة من عدة كليات الطبية والعلوم الطبية المساندة والتمريدية يتم تدريبهم في أقسام مستشفى الأمير حمزة بمراحل مختلفة وكان مؤخراً استحداث برنامج الاختصاص العالي في الطب يعني ما يكافئ الماجستير يسجل الطالب في الجامعة الهاشمية كلية الدراسات العليا في تخصص اختصاص عالي في الطب في أحد التخصصات الأربع المتاحة حالياً الأطفال المسائية الجراحة والباطني ويكون تدريبه العملي في مستشفى الأمير حمزة تحت إشراف أسادثة أطباء من الجامعة الهاشمية ومستشفى الأمير حمزة كذلك بدأنا بعمل هذا البرنامج من عام 2021 ونحن الآن بصدد استقبال الفوج الرابع إن شاء الله من طلبة الاختصاص العالي في كلية ستة وبالتأكيد ما رح ننسى اهتمام مستشفى الأمير حمزة بالمجتمع المحلي وخاصة مركز التدريب والدراسات يقوم الكادر بكثير من الأحيان بتقديم دورات توعوية بمختلف المجالات لفئات مختلفة من المجتمع المحلي مثل المدارس، الكليات المجتمع وللحقيقة بيكون الها صدى لطيف جدا من المجتمع المحلي مستشفى الأمير حمزة هو واحد من أهم الإنجازات الأردنية اللي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه نلتقي بكم في الحلقة القادمة من برنامجكم بالعزم بنينا ومع إنجاز آخر نشوفكم على قناة